السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا المشتركين مع نا في القناة. حبيبنا جوا مصر حبيبنا برا مصر. انه حبكم جميعا في الله. النهاردة موضوع حلقتنا مهم جدا جدا. هنتكلم عن الكوكتيل. الكوكتيل اللي قدام حضراتكم الجوز الجميل اللي انتم شايفينه ده. ده ما كانش كده خالص. الجوز ده كان جاي الرش بتاعه مقصف. وكان خاسس جدا جدا او مشقوف بلغة الغواية. يعني اللحمة بتاع صدره. آآ الليل جدا جدا. وكانت العظمية بتاعت صدره باينة. بس للأسف انا طبعا ما صورتوش ساعتها لان انا كده كده يعني الحمد الله لما بجيب الحاجة يعني بشوف الاول السن بتاعها. لقيت الدكر مناسب سنه مناسب والنتاية مناسبة. وزحيتهم يعني ده هي كانت ضعيفة بس ينفع تيجي. يعني الدكر بيأكل وبيشرب. والنتاية بتاكل وتشرب مفيش اسالات والشكل العام كويس. بس هما ضعاف. يعني معنى كده ان هما كانوا عندي حد مش مهتم بيهم. انا قلت اعمل عليهم تجربة. كان فيه منتج جديد نازل مع الفتمينات اللي احنا بنستخدمها. فقلت انا عايز اعمل تجربة عملية اشوف بنفسي الحاجة اللي احنا بنستخدمها. ايه الدنيا فيها ايه? الحمد لله بفضل البروتين اللي احنا استخدمناها والفتمينات اللي احنا استخدمناها جابت طريقة ممتازة ممتازة. طبعا اسم الفتمينات واسم البروتين اللي انا اتكلمك عليه النهاردة. هقول لكم في اخر الحلقة. بس انا عايز قبل ما ابدأ وقبل ما اقول لكم على اسمها الحاجات اللي انا استخدمتها. ياريت تنزل تحت دلوقتي حالا تعمل لايك. ايوة انت تعمل لايك. اي حد يسمع الفيديو وبيستفاد من المعلومات لازم ينزل تحت يعمل لايك. طب ليه اللايك? اللايك بيرفع الفيديو وبيخلي نسبة المشاهدات عالية. انا باستفاد وكمان الناس اللي بتشوف الفيديو بتستفاد من المعلومات اللي فيه. فلازم تنزل تحت يبقى ايجابي وتدوس لايك عشان عايزين نوصل الفيديو ده لعشرين الف لايك. لو الفيديو ده وصل لعشرين الف لايك. انت كده هتشجعوني ان انا هابدأ اديكم معلومات بزيادة عن موسم الفرخ. احنا بدأنا موسم الفرخ. وطبعا كلكم عايزين معلومات عن الكوكتيل والعصافير البدجي وجميع انواع تيوريزينة. فحاول تنزل تحت تعمل لايك دلوقتي عشان عايزين نوصل الفيديو ده لعشرين الف لايك. اول حاجة. اه طريقة الاكل. ببدأ اكتشف الجوز الكوكتيل اللي عندي. يعني انت لو جايب كوكتيل عندك او اي تور. لازم تكتشف الاول الكوكتيل اللي عندك ديت. كان بتاكل ايه وما كانش بتاكل ايه. بمعنى ايه? انا بقدم لهم الفلارس واللب. وبعد كده بشوف ميولهم هل بيميلوا للفلارس اكتر ولا لللب اكتر? لو لقيتهم بيميلوا لللب اكتر يعني ما بيكلوش في الارس ببدأ احط لهم اللب يوميا. يعني مناصر يوميا مش انت قلت قبل كده انا قد نحط اللب يوميا او تلاتة في الاسبوع عشان خاطر ما اعملش ددان. ده فعلا. بس انا لو لقيت ان الطيور لو انا قدمت اللب مرتين تلاتة وهم ما بيكلوش غير اللب فبعد معنا كده ان الطيور هتبدأ تخس مني لان هي مش واخدة غير على اللب. فبعمل ايه في الحالة دي? بقدم اللب يوميا بس مع مراعاة قاعد الجرعد ببرازين مضاد للددان قوي وفعال كل شهر. يعني لو انا بدي لب كل يوم للطيور بتاعتي لازم اديهم جرعة للددان كل شهر. وطبعا الجرعة بتاعت الددان احنا هنديها اللي هي سطرات الببرازين. ده منطق بطري. ومتوفر في كل حتة. وكمان امن. يعني احنا لو في ددان هتنزلها. لو ما فيش ددان ما فيش اي مشكلة للطيور بتاعتك. طيب. بعد كده عملت ايه? نبدأ بقى نشتغل عليه ان احنا هنرجع له صحته تاني. بالنسبة للجزر قدام حضراتكم دوت بسم الله ما شاء الله ازاي شايفيني السدر عامل ازاي? آآ السدر بسم الله ما شاء الله دي النتاية على فكرة اللي هي حجمها كبير قودية الوقفة معتادة لدي دي النتاية. بسم الله ما شاء الله هي اصلا حاليا موسعة اول البيض. فلما تجي تبص على سدرها كده من تحت هتلاقي ايه? ان اللحم طالع برا العظم. بسم الله ما شاء الله يعني حاجة جميلة جدا جدا. وفي نفس الوقت برضو هي معبية بيد. فمعنا كده ان بسم الله ما شاء الله اللهم مزيد وبارك وفيها طول وريشة عدل وكل ده بسم الله ما شاء الله حتى التير سبحان الله لما ريشه يتعدل والتأصيف بينه يروح وتاخد النتاية صحتها بتتباشك لها جميل اوي شايف النتاية جامبو ازاي? بسم الله ما شاء الله واخذ الكدر بتاع الكاميرا من اول زوية الشاشة لحد زوية الشاشة ناحية تانية. فعلا فعلا اعلى كمان من الجامبو. حاجة طويلة جدا جدا جدا. طب ده كله ليه? لأن الحمد لله اشتغلنا معاها بطريقة سليمة جدا جدا وقدمنا لها الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي حالا بالتفصيل. على المكونين اللي احنا بنحطهم وهم جمال جدا جدا. اول حاجة بنستخدم الفتامينات اللي احنا اتكلمنا عليها مرارا وتكرارا في القناة. والفتامينات ديت هي عبارة عن الجروفة الف دال سريهة. املاح معدنية اللي هي اسمها طب اللي اربع حاجات دول هي عن مناصر. ايه لازمتهم? اللي اربع حاجات دول بيعوضوا العصفور عن العناصر الغذائية المفتقدها. احنا بنقدم للعصفير المحبوسة سواء باتجي كوكتيل زبرة جاوة اه كناري فيشر حسون اي حاجة انت بتربيها من التوريزينا دي. الاكل اللي احنا بنقدمه ده ما بيبقاش فيه جميع العناصر اللي محتاجها العصفور. فبالتالي بتبدأ تقابلك مشاكل. ومن اهم المشاكل اللي بتقابلنا ديت اللي هي الافتراسة اكل الريش تحديق. موت الفروق اثناء الفقس. موت موت الفروق دوة البيضة. ضعف الغجنة. الاهالة ضعيفة. البيت اليل البيت برشت. كل المشاكل اللي انت بتقابلها دي. دية بتبقى الاساس فيها. او السبب الاساسي فيها. ناقص العناصر الغذائية. اللي هي دقيقة اللي هي بتبقى اليلة. från اصلا اصلا في المواد الغذائية اللي احنا بنقدمها. فبالتالي اللي نازم نستخدم الفتامينات اللي احنا بنتكلم عليها دية على اساس مصر للعصفور القيمة الغذائية او العناصر الغذائية اللي هو محتاجها عشان يبدأ ينتج عندنا بشكل صحيح. تمام. طيب ده بالنسبة للفتامينات. ايه بقى البروتين اللي انت حضرك بتتكلم عليه من اول الفيديو. البروتين اللي احنا بنتكلم عليه اللي هنزل شورة دولات قدام حضرتكم اسمه بروتين فورمولا. بروتين الفورمولا ده مزود بالبيريميكس. البيريميكس ده حاجة قوية جدا جدا جدا. دخلها جوة تركيبة بتاعة البروتين لعلاج والوقاية من حالات النهش والافتراس اللي احنا بنعاني منها جماعة. الناس اللي بتعاني من الاهالي بتاكل رش الفروخ. وكمان آآ بتحدى آآ من الفروخ ستنفس لحد ما اتعورها. وفي نفس الوقت برضو كممكن تفترس الفروخ بتاعتها. وكمان امراض النقص الغذائي والضعف العام. بروتين الفورمولا ده. ايه هو طب بتركب من التحليل الكيميائي للبروتين ده. هو عبارة عن بروتين خام نباتي. ودهون. والياف. ولسين. وكالسيوم. فسفور. واستوديوم. وكلوريد. وفتمين الف. ودلس ري. وفتمين هيه. وفتمين كافة تلاتة. وفتمين به واحد. وبه اتنين. وبه ستة. وبه اتناشر. وكمان حمض الفروليك. وحديد. وانحاس. وزنج. ومانجنيز. ويود. وسيلينيوم. واقول لك. يعني شايف كل المجموعة دي. حاطين بقى احسن حاجة كمان. ينفع. اه بتحمي الطيور كمان من الامراض. حاطين مضاد كوكسيديا. وكمان حاطين مضاد سيمون فطرية. ومضاد اكسادا. ايه ده? كل الكمية ده في البروتين ده عم ناصر. فعلا فعلا. الحاجات ده هي الحقيقية. وموجودة في الصور قدام حضراتكو. هي على الكيس بتاع البروتين. والحاجات دي. الطريقة تستخدمها ايه? دي بقى تبقى جميلة جدا جدا لما تجي تستخدمها على الاكل الطري. او انت عايز تجيب فاكها وتبشرها. ممكن تحط عليها شوية من البروتين ده وترش عليها رشد. لو انت عامل بيت بالبروتومات بتبدأ ترش عليه نفس البروتين ده. الكمية الغذائية ديت لما توصل على صفور هتشوف زي ما حضرتك شايف في الفيديو دلوقتي. انا الجزء ده استعملت معاه البروتين ده بفضل اللي هو والفتامينات. جاب الحاجة اللي قدام حضراتكو دي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. حاجة جميلة جدا جدا نموه ريش سليم. كوة. سحة. آآ العصفور بواقف قدامك مش هزيل. آآ شايف الفتحة بتاعت عينيه ونظرته ونظرته عينيه عاملت ازاي? شايف التاج بتاعه مرفوع ازاي? شايف الالوان بتاعته ظهرت ازاي? العصفور والله يا دوت لو انت شفته. بس للأسف للأسف انا ما صورتوش قبل ما اعمل معاه التجربة دي. لو كنت شفت العصفور ده كنت هتلاقيه لونه غمق جدا جدا. فبسم الله ما شاء الله لونه بقى جميل جدا 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 بفضل الله. طيب التجربة دي انا بعملها ليه? ان انا اديك تجربتي الفعلية ديت الوقاعية. طيب حضرتك هتقول لي يا نوع مناصر اجيب الفتامينات والبروتين ده منين? الحاجات دي هتلاقيها متوفرة في صيدلية بيتارية تكون كبيرة. وقول له انا عايز الفتامينات دية. اللي هي الجروفت. الاملاح المعدنية اسمها نيوبوس ايوني. الحاجات بتاعت التقصير اسمها لو انت قدرت التوصل للحاجات دي هتبقى مفيدة جدا. طيب البروتين اسمه بروتين ايه? اسمه بروتين الفور ميلا. الفور ميلا. طيب هتروح تقول له انا عايز البروتين دوت ده برضو بروتين بيتاري. من اي حد بيتاري. طيب لو ما قدرتش تتوصل ليهم ملقتهمش في اي صيدلية بيتارية. تبدأ ممكن تخش تجيبهم عن طريق الرابط اسفل الفيديو. الرابط الاسفل الفيديو ده هو موقع الشراء التابع ليا انا. هتلاقي الحاجات دي متوفرة. وبفضل الله بفضل الله بسعر جملتها. فبالتالي على حاجتك تخش هتعمل والحاجة هديلك لحد باب بيتك. انا لازم اجرب الحاجة الاول زي ما حاتكم شايفين كده في الفيديو. وبعد كده هقدمها لحضراتكم عشان حضراتكم تستفادوا. بس يا ريت تنزل تحت تعمل لايك للفيديو ضروري جدا جدا. عشان غيرك يستفاد بالمعلومة. ولو حضرتك كنت مشترك معنا يا ريت تنزل تحت اتفاع على الجرس. عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. تحياتي لكم وانه حبكم جميعا في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا